السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في هذا الفيديو سنشتغل على الشكل والتطبيقات الكتابية حصة الفهم والشكل إذن نبدأ على بركة الله بأتذكر إذن لدينا بما يرفع المثنى وبما ينصب المثنى إذن كما نعلم فالمثنى هو ما دل على اثنين مثلا نقول معلم إذن هذا المفرد معلم ولتشكيل المثنى نضيف ألفا ونون مكسورة ونقول معلمان أو نضيف للمفرد ياء ونون مكسورة ياء ساكنة ونون مكسورة ونقول معلمين معلمين هكذا إذن هذا هو المثنى والمثنى بما يرفع لاحظوا في كلمة معلماني فالمثنى هنا مرفوع بالألف إذن هذا هو الألف الذي يرفع به المثنى أما في النصب والجر فالمثنى ينصب ويجر بالياء إذن هذه هي الياء التي ينصب بها المثنى ويجر إذن سنقول يرفع المثنى بالألف إذن هذا هو الألف كما قلنا الذي يرفع به المثنى المثنى والياء التي ينصب ويجر بها كذلك إذن يرفع المثنى بالألف يرفع المثنى بالألف ويمكن أن نعطي جملة كمثال مثلا الكتابان الكتابان مفيدان إذن لاحظوا هنا المبتدأ الكتابان مرفوع بالألف والخبر مفيدان أيضا مرفوع بالألف ثم بما ينصب إذن المثنى كما رأينا ينصب بالياء إذن ينصب المثنى بالياء مثلا ممكن نعطيك مثال قرأت قصتين إذن قرأت قصتين إذن هنا فالمثنى قصتين فهو مفعول به منصوب بالياء ثم بعد ذلك لدينا آتي بجملة تتضمن مفعولا لأجله إذن أولا ما هو المفعول لأجله إذن المفعول لأجله كما نعلم هو مصدر منصوب يأتي لبيان سبب وقوع الفعل مثلا سنعطي مثال سنقول أهتم بدروسي رغبة في النجاح أهتم بدروسي رغبة في النجاح إذا لاحظوا في هذه الجملة كلمة رغبة فهي تجيب عن سؤال نطرحه ب لماذا لماذا إذن لماذا أهتم بدروسي لماذا أهتم بدروسي أهتم بدروسي رغبة في النجاح إذن كلمة رغبة فهي تبين سبب وقوع الفعل سبب اهتمامي بدروسي ولذلك فهي تسمى مفعولا لأجله وهو كما قلنا مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل بعد ذلك لدينا آتي بجملة تتضمن ما الاستفهامية إذن كما تعرفتم في درس ما الاستفهامية فألفها إذن هذه الألف هذه فهي تحدث إذا دخل عليها حرف جر مثلا حرف الجر اللام فلا نقول لما بل تحدث هذه الألف ونقول فقط لما أيضا إذا دخل عليها حرف جر أخرى مثلا على إذن نقول على على ما هكذا أو عن عما نقول عما بحيث تحدث ألف هكذلك ولا نقول عما هكذا بل هاته الألف تحدث ويمكن أن نعطي جمال مثل لما تغيبت البارحة عن المدرسة لما هكذا لما تغيبت تغيبت البارحة عن المدرسة ونضع علامات للاستفهام جملة أخرى مثلا عما سألك زميلك عما سألك زميلك ونضع علامة للاستفهام إذن الآن نمر للنص إذن سأقرأ النص تابع معي إذن عنوان النص هو زيارة إلى مقر الجريدة دخلت الزائرتان إلى مقر الجريدة رحبا بهما رئيس التحرير ثم سأل لما جئتما إلى هذه الجريدة وعما تسألان وعلى ما تبحثان أجابته ليلى جئنا للجريدة أملا في التعرف على مهنة الصحافة تابعتها سعاد وإلى ما يستمر توقيت العمل ابتسم رئيس التحرير ثم قال أنا في مكتبي أيتها الصغيرتان حرصا على صدور جريدتنا في وقتها المحدد شكرت الصغيرتان رئيس التحرير وانصرفت مصرورتين إذن هذا هو النص إذن نمر للأسئلة المتعلقة بالفهم لدينا آتي بجمع كلمة قناة إذن نقول قناة قناتان قناوات إذن جمعها هو قناوات قناوات هكذا ثم لماذا جاءت الزائرتان إلى الجريدة ومن استقبلهما إذن سنعود إلى النص وسنبحث عن الجواب إذن في النص نجد جئنا للجريدة أملا في التعرف على مهنة الصحافة إذن جئنا للجريدة أملا في التعرف على مهنة الصحافة تابعتها سعاد وإلى ما يستمر توقيت العمل إذن الزائرتان جاءت إلى الجريدة لتتعرف على مهنة الصحافة وتعرفان أيضا إلى ما يستمر توقيت العمل إذن هذا هو الجواب يمكن أن نصيغ أو أن نصيغ جوابنا هكذا إذن سنقول جاءت الزائرتان إلى الجريدة إذن جاءت الزائرتان إلى الجريدة من أجل أو لا رغبة في التعرف أو أملا في التعرف على مهنة الصحافة على مهنة الصحافة وتوقيت وتوقيت نهاية العمل إلى ما يستمر توقيت العمل وتوقيت في التعرف على مهنة الصحافة وتوقيت عفوا وتوقيت نهاية العمل ثم لدينا من استقبلهما إذن في النص نجد ابتسم رئيس التحرير إذن هما كانت تتحدثان مع رئيس التحرير وأيضا في بداية النص نجد رحب بهما رئيس التحرير إذن استقبلهما رئيس التحرير إذن ساعد نكتب استقبلهما رئيس تحرير الجريدة الآن نمر للسؤال الموالي إذن السؤال الموالي لدينا أبين السبب الذي جعل الزائرتين الصغيرتين تنصرفان من الجريدة مصرورتين إذن سنعود إلى النص ونبحث عن سبب عن السبب الذي جعل الزائرتين تنصرفان الصغيرتين تنصرفان من الجريدة مصرورتين إذن لاحظوا ابتسم رئيس إذن قلنا ابتسم رئيس التحرير أيضا في بداية النص الذين رحب بهم رئيس التحرير ثم أيضا هنا نجد ثم قال وأنا في مكتبي أيتها الصغيرتان حرصا على صدور جريدتنا في وقتها المحدد شكرت الصغيرتان رئيس التحرير وانصرفتا مصرورتين إذن يمكن القول أن السبب الذي جعلهما تنصرفان من الجريد مصرورتين هو حسن الاستقبال والتواصل الجيد من طرف رئيس تحرير الجريدة معهما إذن سنقول السبب إذن السبب الذي جعل الزائرتان الصغيرتان تنصرفان من مقر من مقر الجريدة مصرورتين هو حسن الاستقبال والتواصل الجيد من طرف مدير تحرير الجريدة إذن هكذا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال إذن الآن ننتقل للسؤال الموالي إذن السؤال الموالي لدينا أشكل النص شكلا تاما إذن سنشكل النص إذن نبدأ بالعنوان إذن العنوان لدينا زيارة إلى مقر الجريدة ثم بداية النص لدينا دخلت الزائرتان إلى مقر الجريدة رحب بهما رئيس التحرير ثم سأل لماذا جئتما إلى هذه الجريدة وعما تسألان وعلى ما تبحثان أجابته ليلى جئنا للجريدة أملا في التعرف على مهنة الصحافة تابعتها سعاد وإلى ما يستمر توقيت العمل ابتسم رئيس التحرير ثم قال أنا في مكتبي أيتها الصغيرتان حرصا على صدور جريدتنا في وقتها المحدد شكرة صغيرتان رئيس التحرير وانصرفت مصرورتين إذن هكذا سنشكل النص إذن هذا كل ما يتعلق بالحصة الأولى من الشكل والتطبيقات الكتابية أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر